يعود الحديث عن تأجيل موعد الانتخابات النيابية في العراق إلى الواجهة مرة أخرى في خطوة قد تزيد اشتعال الوضع السياسي المتوتر أصلا مصادر حكومية نقلت عن مفوضية الانتخابات في العراق أنها أبلغت الرئاسات الثلاث عن عدم استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في حزيران القادم وتشير المصادر إلى أن قرار المفوضية مدعوم من بعض الأحزاب السياسية في معارضة صريحة لاقتراح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي يصر من جانبه على إجرائها في موعدها قرار يعزه نواب في البرلمان إلى تبعية المفوضية لتلك الأحزاب السياسية التي تريد ابقاء الوضع على ما هو عليه وتسعى لأن تبقى هي المتحكمة في المشهد العراقي في مقابل حكومة ضعيفة تريد تسجيل إنجاز ولو شكلي بعد أخفاقها بتحقيق قائمة وعود طويلة على رأسها محاربة الفساد والأزمة الاقتصادية على المستوى القانوني تبرز العديد من العوامل المؤثرة في عقد الانتخابات في موعدها فبحسب خبراء قانونيين فإن البرلمان بالأصل لم يكمل شروط إجرائها حيث لا تزال المحكمة الاتحادية المخولة بالتصديق على نتائج الانتخابات معطلة بسبب فقدان نصابها القانوني وبالتالي فعل البرلمان أن يشرع قانونا جديدا للمحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها أما بما يتعلق بالبرلمان فيؤكد خبراء آخرون أنه لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة في وقتها ما لم يحل البرلمان نفسه قبل شهرين من موعدها المقرر وبالتالي تبقى ورقة المحكمة الاتحادية الحجة السياسية للأحزاب لتلافي الوصول لمرحلة حل البرلمان وتأجيل الانتخابات شعبيا لا يزال الشارع المنطفد ينظر بعين الريبة لكل من الحكوبة والأحزاب على حد سواء بسبب غياب أي رقابة أممية على الانتخابات وعدم عودة النازحين لمناطقهم ومشكلات تتعلق ببطاقات الناخب الإلكترونية ما يعيد تكرار سيناريو تزوير الانتخابات النيابية عام 2018 والتي قاطعها 80% من العراقيين خاصة أن المفوضية أنذاك قد أعلنت عن فقدان مليون ونصف المليون بطاقة انتخابية إلكترونية